بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم بإذن الله لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معاكم المعلمة أمله تمامي في الحصص الماضية تناولنا موضوع قليل وكثير وأخذنا مجموعة من الأهداف التعليمية استعرضناها في الحصص الماضية وسأستعرضها اليوم حققنا بعضها أيضا في الحصص الماضية مثل قراءة قصة أحمد في السوق لتعريف بمفهوم قليل وكثير أن ينظر الطالب لصور التي تمثل مفهوم قليل وكثير أيضا أن يكرر الطالب والطالبة أسماء المفاهيم خلف المعلمة قليل وكثير ثم يصنف هذه المفاهيم ويمثلها في الهدف رقم 6 أن يكتب الطالب والطالبة حل تمارين الكتاب الدراسي طيب خلونا نذكر بالقوانين دائما عندنا قوانين مثل المدرسة فيها قوانين أيضا في الدراسة عن بعد هناك قوانين الحرص على الذهاب إلى دورة مياه قبل بدء الحصة حتى لا يفوتك الدرس أيضا لا بد من وجود الكتاب والقلم والأوراق عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ثم الجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز وسماع الدرس طيب نبدأ أولا تذكرون قصة أحمد في السوق لما ذهب السوق الخضروات والفواكه واشترى مجموعة من الفواكه والخضروات وعرفنا كمية القليل منها وكمية الكثير أيضا عندما انتهى من سوق الفواكه والخضروات اتجه أحمد للمكتبة واشترى أدوات مكتبية سواء كتب أقلام ألوان وأيضا تعرفنا على كميتها القليل والكثير في الحصة الماضية أيضا أخذنا مجموعة من الصور سأقوم اليوم بمراجعتها سويا معكم لنتذكر مفهوم قليل وكثير إذا تذكرون في الحصة الماضية أخذنا هذه الصورة لمجموعة من الباصات المدرسة وسيارتان حمراء وعرفنا فيها أيهما القليل وأيهما الكثير نشير الآن إلى كثير أين هو الكثير؟ ممتاز الباصات تعتبر كميتها كثيرة أيضا أخذنا صورة لمجموعة من النظارات الخضراء والحمراء وعرفنا أيهما القليل برأيكم أين هو القليل؟ نشير على الشاشة أحسنتم النظار الحمراء تعتبر قليل أما النظارات الخضراء في كميتها بالنسبة للنظار الحمراء تعتبر ماذا؟ ممتاز كثير كثير طيب نشوف أيضا صورة لمجموعة من الحليب وقطعتين حلوة الآن نحدد القليل منها أين هو القليل؟ أحسنتم قطع الحلوة تعتبر قليل أما الحليب فيعتبر كميته كثير كثير أيضا نشوف صورة ثانية مجموعة من ألوان الخشبية وقلمان رصاص برأيكم أين هو الكثير وأين هو القليل؟ الكثير خلونا نبدأ بالكثير أين هو؟ أحسنتم الألوان الخشبية تعتبر كميتها كثير كثير أما أقلام الرصاص تعتبر ماذا؟ قليل قليل أيضا أخذنا هذه الفواكب برتقال وتفاح وحددنا الكمية الكثيرة منها والقليلة خلونا نبدأ بالكثير هالمرة أين هو الكثير؟ أحسنتم التفاح الأحمر كثير أما البرتقال فيعتبر كميته ماذا؟ قليل قليل أحسنتم أيضا هنا عندي دجاجة واحدة ومجموعة من الأسماك وحددنا القليل والكثير أين هو القليل؟ الدجاجة البيضاء تعتبر قليل أما الأسماك أحسنتم فهي كثير كثير ممتاز يا أبطار طيب نشوف أيضا مجموعة من الفواكه والخضروات موز وجزر أين هو الكثير؟ الجزر يعتبر كثير كميته طيب الموز فقط واحدة قطعة واحدة إذن يعتبر ماذا؟ قليل أحسنتم بقرة ومجموعة من الدجاج تعرفنا على القليل منها أين هو؟ يشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين هو القليل؟ أحسنتم البقرة لأنها فقط واحدة أما الدجاج فكميته ماذا؟ أحسنتم كثير إذن هنا قليل وهناك كثير أيضا أخذنا هذه الصورة في الحصة الماضية لمجموعة من الكراسي عندي كرسي واحد فقط أصفر وهنا مجموعة من الكراسي الزرقاء إذن القليل أين هو؟ يشير على الشاشة أين القليل؟ ممتاز قليل قليل وهنا كثير أحسنتم وأريد أن ننوه لأولياء الأمور إذا كان الطالب أو الطالبة يعاني من مشاكل في اللغة أرجو عدم إجبارة على نطق الكلمات قليل وكثير وإنما أقبل منه الإشارة هكذا قليل وكثير طيب إذن يعتبر الكراسي الزرقاء كثير والكرسي الأصفر كميته قليلة طيب ننتقل للصورة الأخيرة دراجة ومجموعة من السيارات تعرفنا على القليل منها أين هو القليل؟ أين هو القليل؟ ممتاز الدراجة تعتبر قليل لأنها فقط واحدة أما السيارات الحمراء فتعتبر كثير كميتها كثير طيب توقفنا عند هذه الشريحة الآن سأنتقل للوسائل التعليمية اليوم أحضرت مجموعة من الوسائل التعليمية لتوضيح مفهوم كثير وقليل سأبدأها بمجموعة من الفواكه أحضرت صحنين فارغة سأضع في واحد من هذه الصحون مجموعة من الفواكه وأيضا سأضع في الصحن الآخر مجموعة من الفواكه لكن أريد منكم أن تحددوا لي أيهما القليل وأيهما الكثير يلا خلونا نبدأ بحط مثلا في هذا الصحن برتقال، طماطم، منجة، خيار، موز، ذرة أيضا سأضع قطعة موز أخرى وهنا أيضا قطعة موز أخرى هذه التفاحة سأضعها في الصحن الآخر مع قطعة موز طيب، نشوف الصحنين الآن هذا الصحن وهذا الصحن برأيكم أين هو الصحن الذي فيه كمية من الفواكه والخضروات الكثيرة؟ كثير، أين هو الكثير؟ نشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين هو الكثير؟ ممتاز هذا الصحن يعتبر كثير، لاحظ أنه ممتلئ بالفواكه والخضروات إذن هنا يتمثل عندي مفهوم كثير، كثير أما في هذا الصحن فنلاحظ فقط قطعتان من الفواكه إذن هذا يمثل مفهوم ماذا؟ قليل، قليل إذن هنا مفهوم كثير وهنا مفهوم قليل طيب لو غيرت مثلاً ووضعت أيضاً شيء مختلف غير الفواكه والخضروات أحضرت مجموعة من البيض سأضع نفس الشيء في صحن من الصحون مجموعة من البيض وأريد منك عزيز الطالب والطالب أن تحدد الكمية الكثيرة والكمية القليلة سأضع هنا مجموعة من البيض وهنا سأضع فقط بيضة واحدة لاحظوا، لاحظوا الكمية هنا عندي بيضة واحدة فقط وهنا مجموعة من البيض إذن برأيكم أين هو الصحن الذي يمثل مفهوم كثير؟ كثير، كثير، نشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين هو الصحن الذي يمثل مفهوم كثير؟ أحسنتم، هنا هذا بيض يعتبر كثير أما هنا فالبيض فقط قطعة واحدة يعتبر قليل، قليل، ممتاز طيب لو أحضرت غير الفواكه والخضروات والبيض لو أحضرت مثلا مجموعة من الكاسات البلاستيك ووضعت هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة ووضعت هنا كأس واحد برأيكم أين هي الكمية الكثيرة؟ هل هي هنا؟ أم هنا؟ كثير، نشير على الشاشة أحسنتم، هذا يعتبر كثير كثير عندي مجموعة من الكاسات البلاستيك إذن هنا يتمثل عندي مفهوم كثير أما هنا فقط وضعت كأس واحد إذن هنا عندي مفهوم قليل قليل، نكرر خلف المعلمة كثير ونقوم بعمل الإشارة للطلاب والطالبات الغير ناطقين كثير، كثير، وهنا قليل، قليل أحسنتم، إذن هذا أيضا من الوسائل اللي أقدر أستخدمها مع الطالب والطالبة في المنزل لتحديد مفهوم كثير وقليل أيضا هناك مجموعة من الملاعق البلاستيك حتى تكون آمنة لاستخدامها مع الطلاب والطالبات أحضرت هنا قطعتين من الملاعق واحد، اثنان، وهنا بقية الملاعق نلاحظ الكمية هنا ونلاحظ الكمية هنا الآن سأبحث عن القليل قليل، أين هي الملاعق التي يتمثل مفهوم قليل؟ قليل، أين هي نشير على الشاشة؟ أحسنتم، هنا فقط واحد، اثنان، فقط ملعقتان واحد، اثنان، أما هنا نلاحظ مجموعة من الملاعق إذن هنا يتمثل عندي مفهوم كثير أما هنا فيعتبر قليل إذن مثلت لكم الآن بهذه الوسائل لتوضيح مفهوم كثير ومفهوم قليل أيضا أنت عزيزي ولي الأمر تستطيع أن تستخدم هذه الوسائل مع الطالب والطالبة في المنزل لتعميم مهارة مفهوم قليل وكثير باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية كما استخدمت الكاسات البلاستيك، ملعق بلاستيك، فواكه سواء طبيعية أو بلاستيكية أقلام، كتب، أي شيء أهم شيء أنه يعمم مفهوم كثير وقليل حتى لا يبقده الطالب والطالبة أراكم بإذن الله في الحصة القادمة لنفس الدرس لكن بمحتوى مختلف كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر